اشتركوا في القناة هذا الدرس من اعداد وتقديم محدثكم الأستاذ ناصر ابن محمد آل ذح ماذا سنتعلم في هذا الدرس أولا أن تتعرف الأسماء الخمسة في اللغة العربية ثانيا أن تعلم شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف في اللغة العربية ثالثا أن تذكر علامات إعراب الأسماء الخمسة أي ما هي الحروف التي تعرب بها ثم تميز بين الأسماء الخمسة وغيرها من الأسماء المعربة ثم تعرب الأسماء الخمسة توظف الأسماء الخمسة في التعبير الكتابي والشفهي نحاول في هذه الجمل أن نحدد الأسماء الخمسة أولا أبوك طبيب مشهور أبوك طبيب مشهور أبو يعد من الأسماء الخمسة وهذه الكاف مضافة إليها نعربها ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه فلا تعد أبوك كلمة واحدة وإنما تعد كلمتين أبو كلمة والكاف ضمير يعد كلمة حضر أخوك مبكرا أخو هو الإسم من الأسماء الخمسة حموك رجل فاضل حمو هو الإسم من الأسماء الخمسة من هو الحمو هو أخو الزوج أو أخت الزوجة فوك نظيف تعد كلمة فو اسم من الأسماء الخمسة وكذلك عندما أقول هذا ذو قلق ذو اسم من الأسماء الخمسة إذن الأسماء الخمسة كما يلي أبو أخو حمو فو ذو حمو يعني أخو الزوج أو أخت الزوجة يشترط لإعراب الأسماء الخمسة بالحروف ثلاثة شروط أولا أن تكون بصيغة المفرد ما معنى أن تكون بصيغة المفرد يعني أن تدل على شخص واحد ولا تدل على اثنين أو ثلاثة ثانيا أن تكون مضافة يعني يأتي بعد كلمة أخو أو أبو أو حمو أو فو أو ذو كلمة تتصل بها تعرب مضافة إليه وتكون الأسماء الخمسة هي المضاف بشرط ألا يكون المضاف إليه يا المتكلم مثل أن تقول أبي أو أخي أو حمية ثالثا ألا تصغر فلا تقول أخيك ونحو ذلك لنبدأ الدرس حدد من الأمثلة التالية ما يعد من الأسماء الخمسة التي اكتملت فيها الشروط التي قلناها قبل قليل الشرط الأول أن تكون مفردة الشرط الثاني أن تكون مضافة لكن لغير يا المتكلم الشرط الثالث ألا تصغر فعند النظر في هذا المثال المسلم أخو المسلم نجد أن كلمة أخو مفردة ونجد أيضا أنها مضافة إلى المسلم فيكون عراب المسلم مضاف إليه مجرور أخو المسلمي وهي لم تضف إلى الياء ولم تصغر إذن نعدها من الأسماء الخمسة نأتي إلى المثال الثاني عندما نقول هذا أخي أخي اسم مفرد ومضاف ولكن الإضافة هنا للياء المتكلم ونحن قد استثنينا الياء المتكلم في الإضافة فلا تعد هذه الكلمة من الأسماء الخمسة نحن نريد أن يكون هناك مضافا إليه ولكن غير الياء كان فهد ذا خلق جميل ذا بمعنى صاحب أي أنه صاحب خلق وذا تعد من الأسماء الخمسة لأنها مفردة وأتى بعدها مضاف إليه كما أن هذا المضاف إليه ليس ياء إذن تعد من الأسماء الخمسة رابعا الآباء رحيمون الآباء اختل فيها الشرط الأول وهو أن تكون مفردة لذا لا ننظر إليها فهي ليست من الأسماء الخمسة خامسا خامسا حافظ على نظافة فيك فيك تعد من الأسماء الخمسة لأنها مفرد ومضافة ولم تتصل بها الياء إذن نقول فيك من الأسماء الخمسة هناك شرط خاص بفو وهو أن لا يتصل به الميم فلو قلت فمك أو فمك أو فمك فهي تعرب بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة متى ما اتصل بالفاء ميم عندما تقول فم حينئذ لا تعد من الأسماء الخمسة أما إذا لم تتصل بكلمة فو حرف الميم فإننا نعدها من الأسماء الخمسة مع ذكر الشروط السابقة إذن مثل فوك وفاك وفيك تأمل الجدول التالي ثم أكمل ما بعده الأسماء الخمسة المرفوعة ذو الأخلاق محبوب أبوك رجل مشهور نأتي إلى المثال الأول ذو اسم في أول الكلام إن طبقت فيه الشروط كاملة فنقول ذو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة وعند النظر إلى أبوك رجل مشهور أبو اسم في أول الكلام نعربه إذن مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة إن طبقت جميع الشروط فيها فهو مفرد أبو ومضاف جعلنا الكافة هي المضافة إليه وغير مضاف إلى الياء ولم يصغر إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو أبوك أخوك حموك فوك ذو ونعود إلى المثال الأول فإذا أضفنا إن عليها يتحول المبتدأ إلى اسم إن وبالتالي اسم إن منصوب فنقول إن ذا الأخلاق محبوب ذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الأرف لأنه اسم من الأسماء الخمسة انطبقت فيه الشروط جميعا أطع أباك وأمك أطع فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة انطبقت فيه جميع الشروط فهو مفرد أب ومضاف أضفناه إلى الكاء ولم تتصل به الياء المتكلم ولم يصغر فإذن علامة نصب الأسماء الخمسة هالألف أباك أخاك حماك فاك وذا نأتي إلى الأمثلة الأخيرة أكرم بذي الأخلاق الباء الباء هنا حرف من حروف الجر وذي اسم من الأسماء الخمسة جر بالياء لماذا جر بالياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة انطبقت عليه الشروط فهو مفرد ومضاف إلى ما بعده ولم تتصل به ياء المتكلم هذه الياء ياء الإعراب التي أعربنا بها الأسماء الخمسة عندما أقول مررت بأبيك عندما أقول مررت بأبيك الباء حرف من حروف الجر أبيك هذا هو اسم من الأسماء الخمسة جر بالياء لأنه اسم مفرد ومضاف لغير الياء فقد أضيف إلى الكاف فإذن نقول الأسماء الخمسة تجر بالياء إذن ترفع بالوا وتنصب بالألف وتجر بالياء استخرج الأسماء الخمسة فيما يلي وبين حالتها الإعرابية وعلامة إعرابها نأتي إلى المثال الأول عندما نقول إن ذا الوجهين مكروه أين الإسم في هذه الجملة الإسم هو ذا وذا اسم انطبقت فيه جميع شروط الأسماء الخمسة فهو اسم مفرد ومضاف لأن الوجهين مضاف إليه أما الحالة الإعرابية له فهو منصوب والسبب في ذلك لأننا نعربه اسم إنا منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة ومكروه هو خبر إنا مرفوع إذن علامته الإعرابية هي الألف فالأسماء الخمسة تنصب بالألف لأبيك فضل كبير عليك نأتي إلى الإسم في هذه الجملة فنجد أنها كلمة أبيك فأبيك اسم من الأسماء الخمسة لننظر الشروط قبل أن نحكم بإعرابه أبيك اسم مفرد ومضاف لغير الياء ولم يصغر إذن هو يعرب بالحروف ويدخل ضمن الأسماء الخمسة اللام حرف من حروف الجر أبيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة حموك سافر معنا في هذا المثال تجد أن الإسم من الأسماء الخمسة في البداية والذي يأتي في البداية من الأسماء نعربه غالبا مبتدأ إذن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة إن طبقت فيه جميع الشروط ما هي الشروط فهو اسم مفرد ومضاف لغير الياء ولم يصغى نأتي إلى المثال الرابع نضف فاكا قبل النوم نضف فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فاكا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة لنرى كلمة فاكا هل جميع الشروط فيها منطبقة نعم فهي اسم مفرد ومضاف لغير الياء ولم تصغر وأيضا لم يأتي بعد الفا حرف الميم فالميم إذا أتت بعد الفا مثل كلمة فمك نضف فمك فإن نعربها بالحركات ولا نعربها بالحروف وهذا الشرط خاص بكلمة فو نأتي إلى المثال الخامس عندما أقول مررت بصديق أخيك مررت مرر فعل ماضي مبني على السكون والتا ضمير مختصل في محل رفع فاعل الباء حرف جر صديقي اسم مجرور وعلامة جره الكسر أخيك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة انطبقت فيه جميع الشروط فهو اسم مفرد مضاف لغير الياء ولم يصغر اختر علامة إعراب الأسماء الخمسة في ميأتي رأيت أبا محمد في الحفل رأيت أبا محمد في الحفل رأي فعل ماضي مبني على السكون والتا ضمير مختصل في محل رفع فاعل أبا محمد أبا محمد مفعول به لرأيته وعلامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة انطبقت فيه جميع الشروط فهو مفرد واحد ومضاف حيث جعلنا محمد مضاف إليه ولم تضف إلى الياء ولم تصغر نأتي إلى المثال الثاني والأخير سافر أبي مع أخيك هل نعد أبي هنا اسم من الأسماء الخمسة لنرى سافر فعل ماضي مبني على الفتح أبي هو الفاعل لماذا لم أضع الواو السبب لأنه هنا اسم مفرد ومضاف ولكنه أضيف إلى الياء إذن هو مرفوع بضمة مقدرة ولم يرفع بالواو لأن شرط الإضافة لغير الياء غير موجود نكمل مع أخيك أخيك مضاف إلى هذه الكلمة معا فإذن نقول أخيك هي التي تعرب بإعراب الأسماء الخمسة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة انطبقت فيه جميع الشروط الأسماء الخمسة هي أبو أخو حمو فو ذو هذه الأسماء تعرب بالحروف فعلاماتها فرعية ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ولا تعرب بهذا الإعراب إلا إذا كانت أسماء مفردة ومضافة لغير الياء وغير مصغرة وهناك شرط يخص هذه الكلمة فو وهو أن لا يأتي بعد الفاء حرف الميم لأنك إذا قلت فم تعربها بالحركات التي تظهر على حرف الميم بذا نختم درسنا هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مختلف الليل والنهار وذكره الذاكرون الأضرار